اشتركوا في القناة جهود وطنية مكثفة ومتواصلة للتصدي لفيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة وتعزيزا لنجاحات بملكة البحرين في مكافحة الفيروس وزارة الصحة جددت دعوتها لكافة أبناء المجتمع إلى ضرورة زيادة التقييد بالتدابير الوقائية واتباع التعليمات الصحية والمواصلة بعزم وإصرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وتخفيف الضغط على الطواقم الطبية والتمريضية والعاملين في الجهات المساندة تعزيزا للجهود التي يقوم بها فريق البحرين كما شددت الوزارة على ضرورة تجنب التجمعات خصوصا خلال هذه الفترة الحاسمة للقضاء على هذا الفيروس وتقليل الحالات المسجلة وضمن الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا تتواصل الحملة الوطنية للتطعيم بجهود حثيثة لتوفير اللقاحات لجميع أبناء البحرين من المواطنين والمقيمين ووسط تأكيدات من الفريق الوطني على تأمين الجرعات اللازمة من اللقاحات في المملكة من الشركات المصنعة تتواصل الحملة الوطنية للتطعيم وفق الخطة المعدة لهذا القرض وذلك بعد إقرار مملكة البحرين استخدام لقاح كوفيشيلد ليرتفع بذلك عدد اللقاحات التي تم إقرارها في المملكة إلى ثلاثة بعد لقاحي سينوفارم وفايزر